مرحبا لأعزائي المتابعين مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد اليوم بشوريكم كيفاش انا قمت باستغلال الغرفة الخارجية او غرفة الحديقة لعمل مطبخ خارج المنزل طبعا انا عندي مطبخ داخل المنزل لكن لانه سيستيم امريكان فالمطبخ عندي مفتوح على الصالون لذلك لما يجيني ضيوف او لما اطبخ البيت يصير رحتي كلها اكل ففكرت اني نستغل الغرفة هذية ونقوم بعمل مطبخ خارج المنزل قبل ما نشوفوا مبعضنا الخطوات ما تنساش اعزائي المتابعين من الضغط على لايك اذا اعجبك الفيديو وترك تعليق تشجيعا لنا اذا كنت اول مرة تاني في هذا الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة والضغط على جرس الاشعارات الي يصلك كل جديد كما كنتو تشوفو كان المطبخ مفكوك طبعا انا شريت المطبخ مستعمل ما شريتوش جديد لانه يعني في النهاية انا رح حطو خارج البيت كما تشوفو هون الغرفة كلها تقريبا مكسرة الارضية مكسرة الجدران مش مليقة اول خطوة قمت بها هو ازالة هاي الاعواد او المسامير اللي موجودة على الجدران باش الناس لما تجي تخدم تلقاه جهزة هون كما تلاحظوا انا قمت بشراء المطبخ وخليتو جزء هناك وجزء في الصالون عندي داخل المنزل كما تشوفو هذي الغرفة الخارجية انا هوني قمت بازالة المسامير كما تشوفو يعني نهيئ في الغرفة باش انا تجي ناس تشتغل عليها طبعا انا ما نقدرش يعني ما جربتش ولا مرة اني نقوم بي طليق الجدران ففضلت اني نجيب ناس تقوم بذلك رغم انه هوية يعني الاشغال اليدوية بس في حاجات انا ما قدرش اقوم بها بصراحة هوني بدأوا الناس يشتغلوا في المطبخ يقوموا بتليق الجدران بس احتام الاسمنت لكن كان من الخطأ اني قمت بتليق الجدران بالاسمنت لانه المفروض اني نقوم بعمل اه توصيلة الماء او الانستالاتس متاع الماء او ايصال الماء للغرفة قبل اه عمل الاسمنت ليش لانهم هما راح يضطروا انهم يحفروا حتى يثبتوا انابيب الماء عموان كان خطأ لكن اه مش مشكلة انا بعدين اتفقت مع رجل اشتغل اه اقل اضرع كما تشوفو هوني الرجل قام بايصال الماء خليها اه ظاهرين ما قامش بتكسير الارضية فقط مكان البيب كما هوني هذي الانبيب خاصة بالماء وهوني الكاس قاعد يثبت فيها كذلك قمت باضافة اماكن الكهرباء في الاماكن التالية كما تشوفو خاص بالفرن والغسالة الاواني هوني كما تشوفو قاموا بالتحفير باش يقوموا بتصريف الماء او عمل مصرف للماء او موان هوني يبدو يثبته في الكاس طبعا انا حبيت ندينها في الاول لكن الراجل كان اه مستعجل فهندها بعد تثبيت الخزانة انا هوني قاعد نصور قبل عملية الدهن طبعا قمت بداهن الغرفة بمفردي اول مرة بصراحة نقوم بداهن جدرا العملية كانت جدا سهلة وبسيطة قمت بداهن طبقة طبقة الاولى تكون مخففة بالماء باش الجدار يشرب الديهن بعد ذلك ضفت طبقة اخرى باش ميبينش انه في اسمنت يعني اللون غامق للاسمنت كما تشوفوني الطبقة الاولى تحسوا انه في تفاوت في اللون طبيعي كما تشوفوا هذي النتيجة بعد الدهن طبعا انا قمتوني بوضع تبيع عادية فيما بعد قمت بشراء تبيع من محل كانت يعني بقية فضلة احنا نقولو شريت بسار رخيص جدا 10 يورو اه وثبتها باش نوريكم بعدين نصور بعد تثبيت التابي اولا انا هوني طبعا فرحانا بالغرفة بالنتيجة بعد الدهن بصراحة استمتعت جدا بداهن الغرفة الامر مش صعيب اه بالكل حبيت نقولكم انا بالاساس يعني عملت المطبخ هذي اول شي لانه ما عنديش اه مكان حتى نحط غسالة اواني داخل المنزل كما سبقتكم لانه عندي المطبخ مفتوح على الصالون وانه المكان كتير ضيق فا اه قمت بعمل مطبخ هذيه كذلك انا باش نستغل المطبخ هذيه لتحضير الاشغال اليدوية اه والاعمال اللي نستخدم فيها المواد الكيميائية اه كيمة الايبوكسي وغيره لانه استخدامها خطر رح يكون على الاطفال داخل المنزل لذلك انا اتشجعت اني نعمل مطبخ خارج المنزل وفي نفس الوقت استغله للاعمال اليدوية طبعا انا مزيت مش ريتش طافل مزيت مش ريتش طاولة عندي طاولة قديمة رح استخدمها اه حتى اه استخدمها ايضا للاعمال اليدوية ممكن اني نقوم بترتيب الطاولة هذيها في فيديو لاحق نوريكم كيفش تغيير شكلها من قديم الى جديد باستخدام الايبوكسي ممكن على الارجاح لكن مزيت ما قررتش بصراحة هذي المطبخ بعد تثبيت التابي كما تشوفوا طريقة تثبيتها جدا سهل انا قمت بالقص يعني واستخدمت شريط لاسق من اجهتين بصراحة الشريط لاسق ما كانش فكرة جيدة لتثبيت التابي لكن يعني التابي مهيش يعني خفيفة او بسرعة تتشيل فحطيتها بهذا الشكل هوني كما تشوفوا الثلاجة انا حولتها عموان هذي هي النتجة النهائية اتمنى يربي ان الفيديو نال اعجب متنساوش الضغط على لايك وترك تعليق كما اذكرت في هل البدايات تجديعا لنا نشوفكم ان شاء الله في عمل قريب طبعا بالنسبة للاشخاص اللي تحب تعمل اه نفس الخطوة هذية وتقوم بيعمل مطبخ في غرفة الحديقة اه راسلوني قبل ما تقوموا بذلك وانا نعطيكم بعض النصاح اللي تعتمدوها قبل اه البدء